منقول اللي عنده جرأة يعني المدرسة كانت بيتنفحك بالجمال وبالتصفيق إذا أنت قدمت أي شيء كطالب فتخيل مثل هذه الحاجات ممكن تقدم الواحد كيف وتدخل فيه رغبة هي لها دور كبير جدا جدا في أنه تجهيز المثل فيما بعد أنه ترى وقفة أمام الجمهور صعبة وإن تتكامع مجال المسرح فالمجال المسرح هو أبو الفنون يعني لما تقولي ممثل قرامي إذا ما اشتغل على المسرح مش هيكون مثل المثل اللي يشتغل على المسرح ممثل اللي يشتغل على المسرح هو الأشمل الأقوى ممكن يلقى ممثلين يشتغلوا دوراما مباشرة وبدعوا ولكن يجيبوا على المسرح ممكن يختزل شوي هل يتكى مخرج كيف تختار نصوصك؟ هذا السؤال مفاجئ صراحة اختيار النصوص يعتمد على نقاط كثيرة يعني أنت طبعا في مخرجين كثير أنه ممكن يرفض عمل بسبب نص ليش؟ أول حاجة أنت لا تختار النص الصعب بحكم أنه أولا موضوع فكرته قوية فبالتالي العمل حيضرب حيقدم نتيج لا أنت مستواك كمخرج هل من الممكن أن تقدر تنفذ هذا العمل أو لا؟ طبعا هذا من جالب إذا كان النص كبير وفيه شغل كبير الأمر الثاني جمالية النص وأرحيته لقلبك يعني أنا كمخرج آخر الشيء أنا مو مقتنع فيه مستحيل لنما رح أعطي النص حقه في الإبداع لا بد أن أتشرب النص بالكامل كمخرج بالتالي أنا رح أبدع في إنتاج أو إخراج هذا العمل ليش؟ لأنه أنا فعليا أقتنعت في العمل من الناحية النفسية هذا أولا ثانيا الإبداعية والفكرية لأنه أنا لما أقرأ النص أو أي مخرج بطبيعة الحال لما يقرأ نص داركته سيقرأ يتخيل في راسه الشكل الصورة بمجرد أنه سيقرأ سطوره فبالتالي أنا لما شخص أقرأ نص إذا لم أرتحته نفسيا وفكريا وابداعيا أو كمستواء أعلى من مستوي أو كمستواء ممكن يكون بسيط جدا ما يناسب قدراتي أو إمكانياتي اللي أنا أقدر أني طلحها كإبداعيا فبالتالي أبتعد عن هذا النص